معانا من؟ معانا أم حسن من القاهرة السلام عليكم يا دكتور أهلا وسلام بحضرتك لك يا دكتور عمر نعم وفضل الحمد لله لو سمحت نعم أنا معايا مذلغ مش الظلام واحد يعني وبيجيب لي الرئيس بتاعه كل سنة طي فأنا مليش مدخل رزق غرهوة دا عايشة بينه طي فأنا عايز أطلع الزكا بتاعه عايز أعرف علاقة دي وبعدين عاي مش فهمة المية عليها كذا يعني أفهمني الألف عليها كأتفع عليها كاي على عيني بس أنت دلوقتي الله يبارك فيك أولا أنا أقول لك حاجة أحسب لك الزكاة وبعد كده أقول لك نصيح أفضل أقول النصيحة دي لأن المفتي اللي مش مدرك وقعه وما يكلمش الناس عن وقعهم يبقى مؤثر في حق الناس أول حاجة لو الفلوس بتاعتي جيبيه بلغت النصاب يعني إيه بلغت النصاب تشوفي 8 جرام الدهب قد إيه وتضربي 8 جرام الدهب ده في 85 في 85 هيطلع لك النصاب لو الفلوس اللي معاكي بتساوي اللي طلع يبقى أنت عليك الزكاة بس إمتى؟ لما الفلوس دي يكون مر عليها سنة هجرية مر عليها سنة إيه؟ هجرية يعني تمت وبقت 85 جرام دهب ده ما يعادل 85 جرام دهب في أول زل قاعدة يبقى على طول لما ييجي أول زل قاعدة السنة الجاية والفلوس دي موجودة وبلغت النصاب يبقى عليها زكاة عليها زكاة في كل ألف كام؟ 25 جنيه يبقى 25 جنيه في كل ألف يبقى لو نفترض أننا 100 عانا 100 ألف هندرب 25 جنيه في كام؟ في مية هيطلع يعني كام؟ 25 في مية هيطلع لنا ألفين ونص لو معانا 100 ألف يبقى عندنا كده يبقى ده الزكاة النصيحة اللي عايزة أقول هالك بالله عليك لو أعطدت فلوس لأي حد يتاجر فيها لازم الشخص ده يكون صاحب مهنة والمهنة دي معروفة ونقدر ناخد عليه أوراق محدش قال إن إحنا ما نشاركش الناس في الشركات المرخصة اللي إحنا نقدر ناخد حقنا منهم إذا حصل أي حاجة لكن ندي الفلوس للناس كده من غير أوراق ومن غير ما نقدر نكون متأكدين إن هم بيشتغلوا في تجارة معينة ولا معروفين أنا أظن إن إحنا كفايانا مسترياحين كفايانا مسترياحين أنا قلتلك اللي عندي يا سيدة محسن عشان بس إيه أكون أخلصت لك النصيحة